يتوجه الناخبون في إقليم كردستان العراق إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد في انتخابات برلمانية هي الخامسة من نوعها وكان من المفترض أن تجري هذه الانتخابات في نوفمبر الماضي إلا أنها تأجلت ثمانية أشهر بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين وأيضا بسبب إبطال بغداد لنتائج انفصال إقليم كردستان ويتنافس المرشحون على الإقليم وعددهم 111 مقعدا في البرلمان من ضمنها 11 مقعدا للأقليات القومية والدينية في كردستان العراق انتخابات برلمان إقليم كردستان ريحان آخر بعد الانتخابات الاتحادية تلوح به الأحزاب الكردية لدعم مركزها في أربيل وفي بغداد ما يقارب ثمانمائة مرشح يتنافسون على 111 مقعدا نيابيا يحتويها برلمان الإقليم يحاولون جاهدين إغراء الناخبين الكرد بشتى وعود لتغيير خارطة سياسية لم تتغير منذ عقود إذن هو صراع حزبي كردي لفرض أجندة سياسية جديدة مشابهة لنتائج انتخابات العراق التي جرت قبل فترة قليلة وبالتالي الديمقراطي الكردستاني اليوم هو ربما أيضا على أعتاب الصدارة والفوز وبنتيجة أكبر لكن هذا لا يلغي أن هناك منافسين جدد وأقوياء داخل البيت الكردي يهددون بثلم مساحات النفوذ السياسي لأحزاب السلطة في كردستان اتحاد الوطني للأحزاب الأخرى المنافسة أقوى من أي دورة انتخابية أخرى وسنلاحظ بأن البرلمان القادم يكون برلمان ذو برلمان لتشريع قوانين جديدة لتحديد مهام الحكومة القادمة في إقليم كردستان منذ إجراء أول انتخابات نيابية في الإقليم مطلع تسعينيات القرن الماضي لن يكون منصب رئيس الإقليم قبلة الأحزاب إثر الغائه الفائز في هذه الانتخابات قد يحصل على ما هو أكبر منصب رئيس الجمهورية انتظار من يحسم الجولة حزم الشرع التلفزيون العربي أربيل ومن أربيل ينضم إلينا الأستاذ عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الكردستاني ورئيس مجلس نواب إقليم كردستان سابقاً وعبر الهاتف معنا أستاذ عدنان مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك سيد عدنان بداية منذ عام 1992 يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكبر عدد من المقاعد يليه حزب الاتحاد الوطني ثم الكتل المتبقية بما فيها الإسلامية هل تتوقعون تغييراً كبيراً في نتائج هذه السنة لسيما مع المتغيرات التي شهدناها منذ الإعلان عن الاستفتاء وكل ما تابعه مساء الخير التي وللمشاهدين الكرام طبعاً أود أن أصحح شيئاً من الانتخابات التي جرت في 1992 كانت النتيجة مناصفة للحزب الاتحاد الوطني والديمقراطي وبقيت هذه المناصفة سواء في نتائج الانتخابات أو في تقاسم الحقائب الوزارية إلى 2009 أيضاً شهدت تغييرات كثيرة باعتبار أن حركة تغيير تأسس نتيجة انشقاقها من الاتحاد الوطني ومنذ ذلك الوقت طبعاً بسبب أن الحزب الديمقراطي بقي وتصدر في عدد مقاعد في 2013 وإلى الآن لأن أصوات الناخبين راحت قسم كبير منها إلى حركة تغيير والآن لكن هذه المرة أعتقد الانتخابات تختلف لأن هناك أوضاع جديدة ومنافسة تجاعة شديدة بين الاتحاد الوطني الكرستاني والحركة الديمقراطي الكرستاني وأعتقد أن أيضاً المستحقات على أي القوائم التي تفوز عليها استحقاصات كبيرة يتمكن بها الشعب سنأتي على ذكرها في سياق نقاشنا لهذه التحديات ابقى معي أستاذ عدنان وينضم إلينا أيضاً في هذا الحوار الأستاذ صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل أهلاً بك أستاذ صبحي بداية ربما فشل مساعي الانفصال وإلغاء نتائج الاستفتاء كل هذا كيف ستكون نتائجه تحديداً على حظوظ الحزب الديمقراطي لسيما أن جزءاً من الشارع الكردي اليوم يحمل هذا الحزب مسؤولية الاستفتاء وكل ما ترتب عليه نعم تحية لك ولي أستاذنا الفاضل دكتور عدنان البفتي ولمشاهديكم الكرام أعتقد أن النظرة ستكون معكوسة داخل إقليم كردستان بالعكس هنا الناخب الكردستاني ينظر بثقة كبيرة لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني وموضوع الاستفتاء هو شرف لكل مواطن كردستاني باعتبار أنها وثيقة تاريخية أثبتت حق شعب كردستان في تقرير مصيره وهذا ربما يجمع عليه الجميع وليس فقط الديمقراطي الكردستاني هذا من جالب أما من جالب موضوع نتائج المتوقعة لانتخابات البرلمانية هذه السنة بالتأكيد واضح جداً أن الديمقراطي الكردستاني سيتصدر كل القوام الانتخابية وبفارق ليس قليلاً باعتبار أن نتائج البرلمانية على مستوى العراق أثبتت أن الديمقراطي الكردستاني حقق نتيجة كبيرة ليس فقط على مستوى أقليم كردستان وإنما هو الحزب الأول على مستوى العراق كحزب سياسي وبالتالي ربما ستتكرر هذه النتائج والتصويت يوم أمس التصويت الخاص للعسكريين وأيضاً الأجزاء الأمنية أعطت وبشكل واضح أن الديمقراطي الكردستاني تفوق ربما بنسبة أكثر من 51% وهذه النتائج متوقعة التنافس سيكون على من سيكون على المركز الثاني أو الثالث بين الاتحاد الوطني وأيضاً بين حركة التغيير وربما أيضاً بين الجيل الجديد والحركة الإسلامية هذه الأحزاب هم تركوا المركز الأول وهم يتنافسون على المقاعد الأخرى المتوقعية تشير التحليلات نعم يعني تستبعد الآن أن يكون هناك خروقات في هذه الانتخابات من قبل تكتلات وأحزاب جديدة كل الانتخابات التي جرت في أقليم كردستان أو أغلبها كانت مشهود لها بدرجة كبيرة من النزاهة وأيضاً الشفافية وربما التقارير المراقبين والمنظمات أثبتت ذلك لا توجد خروقات كبيرة بالدرجة التي ممكن أن نشير إلى أنها خروقات كبيرة ولكن كحال أي انتخابات تجري في مناطق الشرق الأوسط بالتأكيد هناك من هنا وهناك ولكنها لا ترقى إلى أن تكون خروقات كبيرة نعم أعود لك أستاذ عدمان أيضاً نفس التساؤل حول حظوظ حزب الاتحاد الذي يحمله أيضاً جزء من الشارع الكردي مسؤولية خسارة كاركوخ وتسليمها للجيش العراقي فهل هذا سيؤثر على توجهات الناخب اليوم برأيك أعتقد أن الأحداث كلها تؤثر ما جرى في كاركوخ وما جرى هنا وقضية التجاوزات وعدم العدالة الناس تطالب بإصلاحات كبيرة ومقضية كاركوخ هي مسؤولية الجميع وعلينا أن نعمل من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليها قبل 2014 وما جرى ينبغي أن يقيم ويدرز وأعتقد أن مسؤولية البرلمان أن يقوم بهذا الحساب ولكن الانتخابات القادمة طبعا أنا أصحح ما قاله الأستاذ صبحي أن النتيجة لم تكن 51% وإن كانت النتيجة التي سألها الحزب الديمقراطي في التصويت الخاص بحسب ما أولينا قبل الساعة من التلفزيون التابة لحزب الديمقراطي كنت أستعني أنه 48% من الأصوات الخاصة صوت وأكثر من 31% أيضا للاتحاد طبعا إذا جمعنا الأصوات من الأحزاب التي خرجوا من الاتحاد الوطني حكى حركة قرآن وآخرين فأيضا نجد أن النتيجة متقاربة أنا أقول أن الحركات التي خرجوا من الاتحاد هي نفس الاتجاه ونفس التوجه ولكن طبعا أي أن كانت النتيجة فكل شيء بحاجة إلى التعاون الحزبين لا يمكن لأي حزب حتى لو فادش بـ 70% أن يقود المرحلة القادمة لوحده لأن المرحلة تتطلب التعاون بين الجميع وخاصة الحزبين بريستيين لأنه مناطق النفوذ العزاراتية هي والفيسمرقة الإيساد موحدة مثل ما كنا نتمنى وكذلك قوات الأسائج ولكن مطالب كبيرة للشعب ما يتعلق بالميزانية ما يتعلق بالنفط والغاز المطالبة بالشفافية المطالبة بالحمل الإشكالات في بغداد التعاون مع بغداد بحاجة أن نكون قوة موحدة حتى نستطيع أن نطالب بالاستخاقات الدستورية للإقليم لسيما عن مشاركة أيضا الكتلة الكردية في الحكومة العراقية المرتقبة أشكرك أستاذ عدنان سؤالي الأخير لك أستاذ صبحي ما بعد الانتخابات والاستحقاق الأهم حيث أشار الأستاذ عدنان إلى أهمية التوحد للتفاوض مع حكومة بغداد ولتنفيذ الاستحقاقات الدستورية لسيما فيما يتعلق بمشاركة الكتلة الكردية في الحكومة العراقية هل توصلتم بعد كأحزاب كبيرة في الأقليم إلى رؤية مشتركة حول كيفية تنفيذ هذه الاستحقاقات سيد صبحي نعم أؤكد على ما قاله الأستاذ عدنان بالتأكيد نحن مهما حصلنا على نتائج سنحتاج إلى أن نكون أن يوحد البيت الكردي وخاصة ربما نحن نختلف في الداخل الكردستاني ولكن علينا أن نتوحد وهذا ما نبغي إليه كحزب ديمقراطي كردستاني والتحالف الأخير والاتفاق الأخير الذي جرى بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني واجتماعاتهم المكررة التي حملت برنامج سياسي موحد كنا في بغداد معا وشاركنا بكل المباحثات مع الكثل الفائزة في بغداد لتحقيق هذا البرنامج الذي هو يخدم كردستان ويحل الأزمات وأيضا يخدم العراق ككل وبالتالي لدينا طموح مشترك أن يستمر هذا التحالف على مستوى قليم كردستان وأيضا على مستوى العراق عامة وهو تحالف ستراتيجي ناجع أثبت نجاحه في السنوات السابقة في بغداد نحن بحاجة ما سيلا أن نكون معا وبالتالي الخطوات الأولى جرت ونسير اليوم نحو تشكيل أو الانضمام إلى الكتلة الأكبر في بغداد ربما هذا يتوقف على نوع الضمانات التي يقدمها الكتلة الفائزة في بغداد إلى الكرد ونبغي أن تكون هناك حكومة قوية حكومة الشراكة حقيقية وأيضا حكومة التوافق وتوازن وأيضا تطبيق لمواد الدستور دون تمييز بينها نعم شكر لك أستاذ صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا الشكر للأستاذ عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الكردستاني ورئيس مجلس النواب سابقا